السؤال التاني بيقول انا متجاوزة من 30 سنة وعندي اربع اولاد بنتين وولدين زوجي مش بيصلي وحصل بينا مشاكل كتيرة ولم اترك البيت ابدا محافظة على بناتي بس للأسف الولدين مش بيصلوا زي باباهم وافكاره وافكاره دايما غلط في امور حياتنا وانا اتعبت ومش قادرة اتحمل لدرجة اني بشعر ان عملي مش مقبول يعني اي عملها الصالح بتحس ان عملها الصالح مش مقبول بسبب حال عيالي وباباهم وانا بصلي وبقرأ القرآن وبصوم وبصلي سنن وكل حاجة هل انا عليها زم ممكن اجاوب اجابة مختصرة وممكن اجاوب اجابة حقيقية ليه لاجابة الحقيقية هي بتصلي عليها زم اه لا ليس عليكي زم هذه الاجابة المختصرة على سؤالك بس انا شايف ان في اجابة تانية لازم اشايخ وما بيفتوا الناس لازم يخلوا بالهم ان الناس موجوعة دي واحدة موجوعة موجوعة ليه لان هي حاكت بس لتقدر تحكيه في السؤال لكن انا ما حاكت ليه الناس وجعها هي حاسة ان هي قاعدة ومسكة جمرة من النار لا عرفة تحصل ان هي تربي اولادها ولا عرفة كمان تعيش مع زوج بيحقق لها الامان لان الزوجة اللي بتهتم بعبادة زوجها الرجالة فاهمين ان هي بتكون وصية عليهم وبتحامل تقوم بدور الاله اللي هو بيحسب الناس على طاعته الحقيقة ما بتعملش كده الحقيقة هي عايزة ايه عايزة حقيقة واحدة بس ان هي تحس ان هي في امان طب ايه علاقة عبادته هو بامانه مش السادة تيجي تقول انا عايزة واحد مش هي بتقول كده انا عايزة واحد يتق الله فيه ما هو لو بيصلي وبيصوم ايه اللي حاصل يبقى الشخص ده هيتق الله فيه طب واذا ما كانش بيصلي ويصوم اذا مش هيبقى بيتطقي الله فيه يبقى انا عندي مشكلة ايه المشكلة ان انا هوجهه ازاي انا هقدر اصحيه ازاي اذا ازاني وضرني ايه اللي يرجعه ايه اللي يحكمه ايه اللي يخليه امتنع عن انه يؤذيني وانه هو يهددني المفروض تقوى الله وانزاك هي عايزة تقوله ايه وكاننا بتقول لي ده ما بيتيش الله ما بيصليش فانا حاسة بان انا مهددة طيب انا عايزة اقول بس ان انت كده انت آثم شرعا انت انت ضيعت امانة الله الست دي امانة عندك وقلبها امانة عندك واللي انت بتعمله ده للأسف مش بس لا يرضي الله للأسف يعني اثاره وخيمة على اسرتك وانت لو كنت مش مهتم باسرتك انت هتتواجع كتير والاسرة دي هي احد اهم مصادر الامان للرجل في الحياة قالوا اني في الادارة ان كتير من متاعب العمل بيكون سببها متاعب في الحياة الاسرية الواحد بيبقى موجوع في العمل وحاسس ان هو ان هو ما لوش ما عندوش شغف وما عندوش احساس بالمسئولية او ما عندوش احساس كمان بان هو بيطلب مستقبل في هذا العمل قالوا في الغالب بيبقى عندو مشكلة في اسرتك عدم الاهتمام في البيت ده الاهتمام في البيت ده ربنا جعله فينا عشان تؤسس فينا الرجولة ومش بس تؤسس فينا الرجولة ونحس بان احنا عندنا ادوار في حياة غيرنا فربنا جعل لنا حياء كده مجال امن اسمه البيت والاسرة ولذلك سيبكم من كلام الناس اول نجاح للرجل بيكون نجاحه في اسرته واهم نجاح للرجل ونجاحه في اسرته عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعن وكلكم مسؤون عن رعيتي الرجل راعن ومسؤون عن رعيتي ثم اردف والمرأة راعية في بيتي زوجها البيت منسوب اليك مش بس منسوب اليك لان انت اللي عنفقت ومش بس عشان انت اللي جبت الشقة ولا البيت ده منسوب اليك لان انت عليك انت الاساس في امان البيت انت الاساس في رعاية البيت ولذلك لازم نشوف بقى العقاب ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعور كبيرة فانت لو ضيعت اولادك انت وقردت نفسك للنار فاتق الله سبحانه وتعالى ست موجوعة ومش قادرة تتكلم والاولاد بدأ يظهر عليهم الاسار السلبية يعني بدأ الضياع الاولاد بيضيعوا طعط الله اللي بتكون حصن وباب كبير للقيم والاخلاق بيضيعوها مستنى ايه مستنى لما تيجي تبكي على واحد فيهم بسبب ادمان ولا تبكي على واحدة فيهم بسبب علاقات مش مناسبة اتق الله اتق الله في اهلك ولا تضيع اهلك لان الله سبحانه وتعالى فاذا ضيعت اهلك فانت اهلك الناس فاهلك هم الذين يكونوا سببا في نجاتك اذا اردت ان يكونوا سببا في نجاتك فاتق الله فيهم شكرا